السلام عليكم ياهلا مرحبا في صديق المبدع الفنان في حلقة جديدة اليوم راح نتكلم عن بعض الأمور اللي ممكن تساعدك وانت قاعد تحاول دخل دخل إضافي من الستيديو اللي عندك هي فراح نتكلم عن بعض النقاط اللي ممكن من خلالها انك انت أو بعض الأفكار اللي راح تساعدك في الحصول على طرق مبتكرة لزيارة الدخل عندك في الستيديو بس قبل ما نبتدي لا تنسى تعطينا زر اللايك اللطيف وتشترك في القناة وتشاركها مع جميع أصدقائك المهتمين في هاي المجال عصد نقدر نوصل لأكبر مجموعة حول العالم وحبيت أول شيء أشكركم على تفاعلكم الجميل الجميل جميل جدا في الفيديو الأخير اللي سوينا فيه السحب حق ماكروفون أوديو تاكنيكا طبعا قبل ما نبتدي هذه الحلقة خلونا الأول نطلع النتيجة مولاة السحب ونشوف من الفائز في هاي المكروفون ألف 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 مبروك للفائز بهاي المكروفون إن شاء الله نقدر نسمع إبداعات جميلة من خلال استخدامكم لهاي المكروفون راح أسوي كومنت على التعليق اللي أنتو كتبتونا عساس أن أنا أقدر تواصل معاكم وأخذ منكم البيانات لإرسال هاي المكروفون لأي مكان أنت فيه أول موضوع راح أتكلم فيه هو توقعاتك لازم تكون واقعية شن يعني لازم تكون واقعية؟ يعني مو معقول أن أنا أخلي أرقام خيالية ما لها أي علاقة في الشي اللي أنا قاعد أسويه فحاول أنك تخلي رقم واقعي مبني على أساس الأشياء اللي أنت قاعد تشوفها مبني على أساس استخدامك والدخل اللي أنتو قاعد دخله من الستيديو فحاول تخلي تكلفة واقعية بشكل أسبوعي أو شهري للتكلفة اللي أنت قاعد تصرفها في الستيديو أو لتكلفة التشغيل اللي قاعد تصير حق الستيديو شن يعني تكلفة التشغيل؟ يعني الكهرباء اللي قاعد تصرفها الرخص اللي قاعد تدفعها حق السوفتور اللي قاعد تستخدمها أي خدمات أخرى ممكن قاعد تصرف عليها بشكل شهري أي اشتراكات شهرية قاعد تدفعها حق تفعيل مثلاً نوع من السوفتوير ولا نوع من حتى مثلاً تشغيل الموقع الإلكتروني كل هذه الأشياء تكلفة تكلفك بشكل شهري فاخذ هذا الرقم واضربه في 12 راح يكون عندك تكلفة تقديرية للسنة كاملة فحاول بعدها تطلع رقم اللي هو يكون سعر الخدمة اللي انت راح تقدمها فلما يكون عندك منبلغ مال تكلفة سنوية على ضوءة تقدر انت تحدد كم راح تشرج الناس حق الخدمة اللي انت راح تقدمها وبعدها تقدر بكل سهولة تحدد الدخل اليومي اللي انت لازم تخليه في بالك واللي تقدر من خلاله تغطي كلها التكاليف إضافة إلى الحصول على دخل إضافي فتقدر بعدها بكل سهولة تحدد سعر الساعة الوحدة في الستوديو كم راح يكون سعر الساعة اللي راح تحسبه على الزبون ولما تعرف أيضا سعر الساعة تقدر بكل بساطة انك مثلا تسوي باكيجات معينة ممكن تقول مثلا والله إذا الشخص راح يحدد أربع ساعات أو خمس ساعات يسجل عندي في الستوديو ممكن يعطيه ساعة مجان لأن حين انت قدرت تغطي التكلفة وقدرت تحصل فوقها أيضا سعر ممكن انك انت تستخدمها كدخل إضافي فأول شيء يا جماعة قلنا انك انت تحدد تكلفة التشغيل للستوديو عساس على ضوءها تقدر تبني المعادلة الرياضية مالتك اللي من خلالها تقدر تحسب سعر الساعة راح يكون كم النقطة الثانية راح نتكلم فيها هي تحديد الوقت لانت تبي تقضي في الستوديو كم ساعة في اليوم تبي تقعد في الستوديو يمكن يكون عندك مثلا وظيفة ثانية وشغلك في الستوديو هو شغل ثاني ويعتبر فما مو قاعد طول اليوم في الستوديو حدد كم ساعة من يومك تبي تقضيها في الستوديو وهذا يا جماعة يخلينا نفكر في موضوع الاسكيلابلتي الاسكيلابلتي يعني شنو انت عندك ساعات معينة في اليوم ما تقدر انت تتخطاها لان انت شخص واحد فقاعد تبادل وقتك بالفلوس فعندك وقت معين في اليوم ما تقدر انت تتخطى وإلا طبعا راح تدخل في مشاكل صحية مشاكل نفسية فحاول انك انت تتحدد في البداية كم ساعة تبي تقضيها في الستوديو وبعد ما تحدد كم ساعة تبي تقضيها في الستوديو فكر في خيارات ثانية مثلا ممكن انك انت تأجر الستوديو لشخص ثاني يعني مثلا اذا انت قاعد دوام مثلا عندك دوام الصبح ممكن وقت الدوام تأجر الستوديو لأي شخص مثلا منتج او مهندس يبي يستخدم المكان طبعا يعني يكون عارف حق الستاب وعارف طريقة الاستخدام شلون عساس بما يخرب لك الاغراض وشخص تكون انت ايضا واثق فيه في نفس الوقت تقدر انك انت تخليه يستأجر المكان لما انت تكون مثلا في مكان اخر فبهذه الطريقة انت قدر تدخل دخل اضافي بدون حتى تكون انت موجود داخل الستوديو النقطة الثالثة اللي بتكلم فيها هي انك تبتدي شي اسمها record label ليش ما تبتدي شركة record label او شركة انتاج هاي الشركة انت قاعد توظف فيها كل المهارات اللي انت عارفها من مهارة مثلا تسجيل من مهارة انتاج من مهارة mixing من مهارة mastering هاي الاشياء تركي لها يا جماعة اللي قاعدة تسويها شركات الانتاج فليش ما تبتدي مثلا تحصل لك او تطلع لك سجل تجاري ممكن من خلاله انك انت تفتح شركة انتاج شغلتها هي انتاج الاعمال الفنية هذي فبهذه الطريقة قدرت انك انت توظف مهاراتك بطرق اخرى وفي نفس الوقت صار عندك شركة انتاج فاي احد يبيه عنده مثلا عمل يبيه نفذه مكانك موجود وتقدر تحسب ليهم اما بالساعة او بالمشروع بشكل كامل رابع نقطة بتكلم فيها هي انك انت تقدم خدماتك للبيع للزبائن مثلا خدماتك ممكن تكون مثل شينو ممكن تكون على سبيل مثال خدمات الميكسينج التعليق الصوتي الانتاج ساوند ديزاين التأليف الموسيقي مثلا اذا عندك مهارة معينة في هاي المجالات حاول انك انت تسوي لها باكيجينج او انك تغلفها بطريقة ممكن ان الزبون يستفيد منها ويشتريها منك حتى مثلا على سبيل المثال اذا كنت تسوي قاعات او تسوي بيتس في مواقع كثيرة ممكن انك انت من خلالها تبيع اللقاعات اللي قاعد تسويها او المقطوعات اللي قاعد تسويها في مواقع كثيرة جدا شغلتها ان هي تتعاقد مع المؤلفين بشكل مثلا سنوي او شهري او على حسب المشروع مع ضمان انه يوفر لهم مقطوعات معينة خلال فترة معينة فهذه الاشياء اذا عندك المهارة ليش ما توظفها وتبيعها على الناس اللي ممكن تحتاج هذي النوع من الخدمة النقطة الخامسة هي بدل ما تفكر في الخدمات اللي ممكن تكون بديهية بالنسبة لك يعني مثلا ممكن الماكسنغ هاي شي انت متعود عليه الماسترينغ شي انك متعود عليه تعليق الصوتي ممكن يكون شي انت متعود عليه حاول تفكر في خدمات أنت مو متعود عليها من قبل أو ما عمرك مثلاً اشتغلت فيها ولكن في نفس الوقت هي تندرج تحت مجال العمل اللي أنت قاعد تسوي مجال الانتاج الصوتي بشكل عام على سبيل المثال ممكن تسوي editing حق حلقات podcast ممكن أحد يعطيك حلقة podcast وأنت تسوي لها editing ممكن على سبيل المثال تسوي sample packs sample packs أيضاً ممكن أنك أنت تيمع أصوات معينة أو تسوي لهم design معين وتبيعها على الناس أو تبيعها من خلال موقعك الإلكتروني هاي الطريقة جداً 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 سهلة والحلو فيها أن هي هاي المنتجات المنتجات راح تكون موجودة وممكن بيعها ويعارد بيعها بسهولة بدون ما تصير عليك أي تكلفة إذا في أحد مثلاً يبي يسجل audio box أو الكتب الصوتية ليش ما تسجل له هاي الشغلة كله لعليك أنك أنت تقعد وتسجل وبعدين طبعاً تشتغل في موضوع editing وعلى فكرة editing audio book شوية متعب من تجربة شخصية هذي بس كله هذي الخدمات ممكن أنها تكون خدمات أنت مو متعودة عليها بس ليش لا؟ ليش ما تجرب أنك أنت مثل ما تقولون تطلع من ال comfort zone اللي عندك وتجرب أشياء ثانية يمكن واحد من هذه الشغلات يكون عليها إقبال كبير والناس تشتريها منك بشكل كبير وفي نفس الوقت أنت في كل حال قاعد تنفذ أو تسوي أشياء أورادي أنت قاعد تعرفها يعني حاول أنك أنت تقدم خدمة في إطار الشغل اللي أورادي حاب أنك أنت تسوي مدام أنت في الهندس الصوتية أو أنت في الموسيقى في خدمات كثيرة ممكن أنك أنت تستفيد منها وتقدمها للناس وعساس أنك أنت تعرف شنو الخدمات هذي يود ورقة وقلم وكتب بس شنو الأشياء اللي ممكن توفرها للناس حاول تحدد ما بين ثلاث إلى خمس نقاط تحت كل مهارة وحاول أنك أنت طبعاً تفكر شنو راح تقدم هذي كباكيج أو كسيرفوس حق الكلاينس اللي عندك ممكن أيضاً ترى على فكرة تأجر الأجهزة اللي عندك في الستوديو إذا أنت قاعد تشتري أجهزة وما قاعد تستفيد منها مثلاً مكرافونات موجودة أو كيبوردات ما قاعد تستخدمها أو حتى مثلاً بعض الآلات الموسيقية اللي مثلاً قاعدة وما قاعد تستخدمها حاول أنك أنت تتأجرها حتى مثلاً أدوات تسجيل مثلاً زوم الجهاز الزوم مثلاً مدام ما هو قاعد شذي غير مستخدم يمكن أن تجر تأجرها بسعر رمزي حق أي حد مثلاً ممكن أن يستفيد منها فحاول في النهاية تكون مبدع في الحصول على الأفكار اللي ممكن من خلالها تدخل دخل إضافي هذه يا شباب بعض الأفكار اللي ممكن تساعدكم في موضوع الحصول على دخل إضافي من الستوديو اللي أنا أورادي عنديها في البيت إن شاء الله عجبتكم الحلقة إذا عندكم أي استفسارات اكتبوا ليها تحت فيه قسم التعليقات وإن شاء الله أقدر أجاوب على كل الأسئلة أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر